فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيق في الغار وعلى أمر خابع الكفار وعلى أثمان شهيد الدار وعلى علي قائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المعجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فهذا سائل يقول ما هي آداب الصيام ما هي آداب الصيام أول آداب الصحور الصحور قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديثي أنا صدي الله عنه تسحروا فإن في الصحور بركة قلت بركتان بركة دينية وبركة دنيوية البركة الدينية في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أشوة حسنة البركة الدينية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر من كذلك إن الله وملائكته إن شاء الله على المتسحرين إن الله وملائكته إن شاء الله على المتسحرين كذلك أيضا من ثماره تخوية الإيمان وهذه الأشياء تندرج تحت الصحور ليه حديث تصحروا فإن في الصحور بركة وحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر وحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وحديث نعمة صحور للمؤمن الطمر وحديث تصحروا ولو على زرعة ماء وحديث أنس في الصحرين قال زيد تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال أنا سل زيد كم كان بينهما قال قدر خمسين آية فعلينا أن ننهجى نهجى الخلفاء الرسولين في كل حياتنا وبعباداتنا وأن نتجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين إقوة الإيمان نعم الصحور وبرك الله فيك تعجيل الفطر يعني إيه تعجيل الفطر يعني أفطر بمغرب لا مجرد أن تتحقق من غروب الشمس تفطر تفطر على إيه على رطبات فإن لم يكن فتميرات فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء وماذا تقول ذهب الضمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الضمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله واعلم أن الصائم دعوته لا ترد عند فطره فأكثر من إيه من الدعاء لك ولوالديك وزوجاتك وأولادك وإخوانك في فلسطين وغزة وليبيا والسودان وسائل المصطرفين من بلاد الإسلام والمسلمين وسأل الله نديم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام كذلك من أداب الصيام الكف عما يتنافى مع الصيام مثل الغيبة النميمة الكذب شهادة الظهور رؤية الأفلام المصرحيات المسلسلات المباريات الأغنيات العكوف على الفيسبوك التويتر اليوتيوب الاستجرام الميسينجر الإنشغال بالقدم والبسكت والسلة والطيرة الإنشغال بالطولة والضمن والشطرنج والكرشين لا 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 نحن نريدك أن تعمر أوقاتك لا تخرب أوقاتك تعمر أوقاتك بتلاوة القرآن ومعرفة معانيه والتدبر فيه والعمل به وتبليغه والاستشفاء به والتحاكم إليه نريد أن تعمر أوقاتك بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن تعمر أوقاتك بلا إله إلا الله وحده ولا شريك ولا للملك ولا الحمد وغيرا كل شيء قدير تعمر أوقاتك بسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تعمر أوقاتك بالإصلاح ذات البين بصلاة الأرحام بإفشاء السلام بإطعام الطعام بالصلاة بالليل والناس بما يقربك من الله ولا تخرب أوقاتك بالغيبة والنميمة والكذب وشهاد تصدر الأفلام والمصاحيات والمباراة والمسلسلات نريد العمارة عمارة الأوقات وليس تخريب الأوقات طيب كذلك من الأداب الجود الجود يعني الكرم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يوم بالله لهم آخر فليكرم ضيفة النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم من شيء أنت تتعبد لله بقراءة قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا واتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تبتعونه كذا ليه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا نتيجة ايه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ويهي كمان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أو ضحمه في الجنة متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروا تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج جهازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا نسأل الله الكريم من فضله أيها الأحباب الكرام من آداب الصحور وتعجيل الفطر والكف عما يتنافى مع الصيام والجود والإقبال عنها القرآن ورطل القرآن ترتيلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة متصدعا من قصة الله إذن الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمونا وجلاء أحزاننا كذلك وقال صعب النفلة أن نتعلمون لا صيام يوم وإفتار يوم لا صيام الأمم القمرية 13-14-11 صيام اليومين اللذين ترفع في ملء أعمال لله الاثنين وخميس الاكثر من صيام في شعبان وفي المحرم صيام الست من شوال صيام التسع الأول من دلحجة نعم كل هذا أمر مسنون مندوب إليه أنت مستحب أيها المبارك نعم طيب هذا يسائل يقول لو كان هناك فاصل دقيقة على انتهاء وقت الصلاة فهل مجرد دخولي في الصلاة قبل الدقيقة يبقى أدركت الصلاة يا إخوان يا إخواني أولا أنا أحرض نفسي والرجال على صلاة الجماعة لأن الله تعالى قال في آية البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين وقد استدلت طائفة من أهل العلم على وزوب صلاة الجماعة على الأعيان من الرجال ثم أحرضوا النساء على الصلاة في وقت الفضيلة إن الصلاة كانت على المنية كتابة موقوتها طيب وثالثا ثالثا لا تؤخر الصلاة يا أخي الصلاة لا وقت فضيلة واختيار وكراها وكراها التحريم وحرمة طيب ثم ماذا والصلاة تدرك بركعة قبل خروج الوقت والجماعة تدرك بركعة والركوع والركعة تدرك بالركوع والتاني الركوع الركعة الركعة تدرك بالركوع طيب هذه واحدة طيب الجماعة تدرك بركعة هذه الثانية طيب الفرد يدرك بركعة قبل خروج وقته أين نعم والله أعلم ثم ما زاء ثم هل خل الزوجة للزوج في المحكمة أمام القضوة عليها حيد صحيح يا أخي في حاجة يسمى طلاق سني وحاجة يسمى طلاق بدعي الطلاق البدعي أن يطلق الزوج زوجته في طهر جامع فيه أو في حيض أو نفاس أو يجمع الطلاقات الثلاثة في مجلس واحد يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق الطلاقات يقع بهذه الصفة وبهذا التوصيف والكيفية أي أما طالق 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 تعد طلقة واحدة والثانية والثالثة تعد تأكيد للأولى أي نعم ولو واحد قال أنت طالق بالثلاسة طلقة واحدة لأننا لو قلت سبحان الله بعد الصلاة ثلاثة وثلاثين مرة تحصم مرة لكن لو عدت ثلاثة وثلاثين تحصم ثلاثة وثلاثين هل انتبهت هل فهمت ما طرحته عليك أرزو ذلك لي ولد طيب مارك الله فيك فالطلاق البدعي أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه أو جمع الطلاقات الثلاثة في مجلس عند الطالق ثم طالق طالق الطلاق السني عكسه أن يطلق أو يحامل أو في طهر لم يجمعها فيه أين ويطلق في غير حيظ ونفاس فكذلك المرأة إذا خلعت نفسها تكون في طهر بارك الله فيك أين والقلع لا يعد طلاقا وإن كان هناك من أهل من قال إذا نفذ بسبب الطلاق كان طلاقا لكن الذي يترجح والله أعلم أنه تكون قلعا أين شمع مازم لو في ورث بيت بمبلغ معين والورثة ولدين واحد منهم مدمن والثاني مش عايز يبيع هل يجوز للأخ إنه مش عايز يبيع يا أخ شوز زيادة إنه مش عايز يبيع والبيت عجباب خصار والله الذي أراه مجرد ما يموت الأب تقسم الترك مجرد ما تموت الأم تقسم الترك مجرد ما يموت الإبن تقسم الترك أين أما إذا تصالح فيما بينهم ابقها لمدة شهر أو أكثر أو أقل فلا حرج إذا حضر تصالح لكن الذي يقطع المشاكل إنه كل واحد يأخذ ما قسم له من قبل الله تبارك وتعالى صلاة الترويح في مسجد يقرأ من جزء عم ولا صلي بمفردي لا صلي في المسجد يا أستاذ صلي في جماعة في المسجد هل تحليل الدم يفسد الصيام لا لا يفسد الصيام وما هو حكم كتاب الأمنيات معينة يا أخي تكتب أمنيات تعلقها يعني مثلا ده أمنيتك تكتب القرآن أمنيتك تحفظ البخاري ومسلم أمنيتك تجوز أولادك لبنات صالحة أمنيتك أن تتحج كل سنة أمنيتك أن أنت تصل أرحامك بصفة دائمة أمنيتك أن تأخذ بيد جيرانك إلى طريق الأخير هذه أمنيات طيبة لو كتبت ما في حرج أين أمنيتك أن تقيم الليل كل ليلة بأحد أمنيتك بأحد عشر وكعة أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء والورد القرآني هذا جميل الله يجمي الأيامنا وأيامك بالتوحيد والسنة والعمل الصالح طيب الله أعلم طيب ممكن أعرف حكم الدم الذي ينزل بعد المنتهي الأربعين من النفاس عند الجمهور يعد مستحاضة أين المرأة تقتصر وتصد علي أيام كثيرة لما أكون والد في رمضان طيب أنت فطرتي أكثر من مرة سابل ولادة هاولي أن تجمعي فكرك وتعرف أنت مديون في كم يوم وتقضي هذه الأيام أين إن استعطي قضاءها فهذا المطلوب فإن عجازتي تطعم عن كل يوم مسكين أما القضاء لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأما الإطعام لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وابن عمر رضي الله عنهما كان له بنتي كذا فأيضا حامل وابن عباس أيضا عدم مرضعة بنتك فألا هافطري وطعم عن كل يوم مسكي طيب يبقى الأصل عندي في الحامل والمرضع إن عجلت عن الصيام تفطر وتقضي فيما بعد فإن عجلت عن القضاء أطعمت عن كل يوم مسكين الله أعلم هل يجوز الكذب على أشخاص دون قربة من شخص متوفة يقوم بخلص صدقاء يا إخواني الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار فما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة طب في المقابل الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة فالذي أصي نفسي وإياكم به الصدق فإنه من جاء وانظروا إلى كعب بن مالك وهلال ومرارة حينما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تخلفهم عن غزوة التبوك أجزل الله فيهم قرآن وعفى عنهم في حين المنافقين كذبوا فكانت عاقبتهم خسرة نسأل الله الهداية أنا كنت داخل أصلي العصر وأول ما قلت الله أكبر وبدأت الصلاة افتكرت أني ما وكنت صلت الظهور فالمفروض أعمل إيه أنت حبيبي تكمل صلاة العصر وبعد كده تصلي الظهر بعده ولا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى طب هل هناك من أهل العلم من قال تصلي العصر تاني أجل التختيب آه طب وهل هناك من أهل العلم من قال أنت تصلي العصر وصل بعض الظهر تاني وقال نعم والأمر في ذلك فيه من قال به وفاصل وبعده إن شاء الله سنواصل فلا تذهبوا عنا بعيدا وصل اللهم وسلم وبارك على البشر النذير محمد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه وهذا سائل كريم يقول هل يجب ذبح الجديان مكان الخرفان لا بأس الذكر نذبع عنه شاتان والأنثى شاه فلو ذبحت عزك الله تسين أو معزتين لا حرج عليك إن شاء الله ونسألوا الله أن أبارك لك في أولادك وأن يتقبل منك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته وهذه العقيقة تكون في اليوم السابع فإن لم يكن في الرابع عشر فإن لم تكن في الحادي والعشرين فإن لم يكن في أي يوم من أيام العمور ونسأل الله أن يعينك على حسن تربية الأولاد طيب هل الطلاق بعد الجماع بيومين يقع إخوانا الطلاق أن تطلق زوجتك في طهر جمعتها فيه اسمه طلاق بدعي الطلاق البدعي ده حرام وما إنه بدعي وحرام إلا أنه يقع على الراجح من أخوان أهل العلم أيوة نسأل الله العفو والعافية أختي متزوجة هي لا تعمل وزوجها حاله متوسط وعندما ذهب وعندها ذهب بلغ النصاب لكنها دائمة الشكواء من شدة بخل زوجها عليها على أولاد وتقول أنه مقتر عليهم في الطعام والكسوة والضروريات وما يبدو من حالهم يدل على ذلك أخطأ أصبحت نحيفة جدا فذلك أطفال فلا يجوز لي أن أعطيها جزء من زكاة مالي إذا كان زوجها مسكينا يجوز أين نمى الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله ورحمه وإذا كان غير مسكين قادر وغني لكن هو اللي بقيل لا يبغي أن يكلم وأن ينصح ويحس أين ولا يستحق الزكاة هل هل تدخل زيارة المعالج النفسي أو الطبيب النفسي في إطار الغيبة نظرا لأن المريض سيحديثه حول حياته لا 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 يعني المريض يكلم الطبيب النفسي في أشياء لا مريض نفسيا لا نصلى الله نشافينا وإيهم ومع ذلك لو كان يعني يستطيع أن يقول هب أن فلان فعلك هب أن أحد فعل كذا ولا يقول فلان لو سمحتم زكاة زكاة الذهب تخرج على كل ما امتلك حتى اللي اللي أهله شريينه يعني أنت زكتك معها 97 جرام عيار 21 97 جرام 21 هذا فيه زكاة في كل عام لأنه بلغ النصاب أيوة فالذهب عيار 18 113 جرام الزكاة عيار 21 97 جرام الزكاة عيار 24 85 جرام طيب هل زكاة هل الحلي في زكاة من أهل من قال أنه لا زكاة فيه ومنهم من قال أن فيه زكاة مرة واحدة في العمر ومنهم من قال أن فيه زكاة إذا زاد عن العرف ومنهم من قال أن فيه زكاة في كل عام ما دام قد بلغ النصاب حال عليه الحول وهو الذي أفتي به نظرا للحديث حيث دخلت امرأة على النبي صلى الله وفي يد ابنتها مسكتان فقال لها صلى الله عليه وسلم هل تؤدين زكاة هذا قالت لا قال يا صرك أن يسورك الله بسوارين من النار فخلعت هما فقالت هما لله ورسول فاستدلت طائفة من أهل العلم بوجوب زكاة الحلي في كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بهذا الحديث والله أعلم يعني هي بنت ويتقدم لها أزواج خطاب فالخطاب اللهم من خارج قبيلتهم يرفضون يا جماعة قضية خارج القبيل أو داخل القبيلة دي ليس الضابط الضابط إذا جاءكم من ترضون دين هو خلق فزوجوه إلا تفعل تكون فتنة منفساد عريض نحن نريد الرجل مرضية الدين مرضية الخلق الذي يؤتمن على ما استودعته إياه من أمان وهي البنت فإن أحبها أكرمها وإن كرهاها لم يونها هذا هو الضابط في الأمر سلمك الله نعم وبعدين إذا آت الكف يلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضلي نعم طيب هل يقول صيام القضاء في النصف الثاني من شعبان أيوة يجوس بل يجود صيام النافلة في النصف الثاني من شعبان لأن حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند الترمذي إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا حديث اختلف أهل العلم في تصحيح وتضعيف فالذين صححوا ابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبدالبر والألباني وحملوا فقهه على أن من لم يصم في النصف الأول لا يخص النصف الثاني بالصيام والحقيقة أن هناك منهم أرسخوا علما منهم وأعلى كعبا في الحديث ضعفوه مثل إمام حنبل ويحيى بن معين وابو زرعة الرازي وغيرهم ومن جملة استدلالاته معنا تضعيف حديث في الصحيحين لا يتقدمان أحدكم من رامضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه ذلك الرجل فليصوم صومه ذلك فالصوم في النصف الثاني من شعبان النافلة جائز فكيف بالفريضة فهذا عليه اتفاق الفريضة دي إن كان قضاء الله أعلم ما فضل وفوائد قراءة سلط مريم ليس لها فضل مخصوص يعني مثلا سلط البقرة أخذوها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة ده ثابت في الصحيح مثلا قلوا الله أحد تعدي لثلث القرآن ده ثابت مثلا المعوذتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهم ولم صحر لبيد من الأعصر اليهودي الرسول السلام أنظر الله للمعوذتين مثلا الفتحة أعظم صورة في القرآن لأعلم أنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى مثلا آية الكرسي أي آية معك من كتاب الله أعظم قال الله لا إله إلا وحي القيوم فضربه على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنجر صحيح مسلم الحديث ويهن كعب مثلا آيتين في آخر شرط البقرة من قرأ بالأهتين من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة أرضاء الله ما بين وبين البيت العتير ومن قرأ صورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة أرضاء الله ما بين الجمعتين أو كما قرأ عليه الصلاة حديث ثاني حسن هما العلم الألباني في صحيح الجامع مثلا من حفظ من حفظ عشر آيات من قرأ صورة الكهف عصمة من الدجال ده صحيح مسلم ده ثبت بأسانيد صحيح أما بقية الحديث فضل الصور لا تصح مثلا يعني من قرأ صورة الوقاع كل ليلة لم تصبه فق أبدا الحديث لا يصح ضعيك أما مثلا الحديث في الملك تبارك الذي يريد الملك في القرآن صورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها هذا رواء أبو دود وبإسناد حسن أيها مثلا يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا عملون به في الدنيا تقدموا صورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهم هذا في صحيح المسلم من حديث النواسي من سمعان أيها هذه الأحديث دي سبت أحديث صحيح أما بقيتها بأحديث إيه لا تصح ولكن من قرأ حرفا من كتاب الله فلو بي حسنة ولحسنة بعشر أمثالها أي نعم جميل لو عقدت النية على صيام الخميس وصمت بالفعل إلى ثلاثة أيام البيض لكن لن نكمل بسبب الحيض لكن أجر بالنية الله تعالى قال يعلم ما تسرون وما تعينون والله عليم بذات الصدور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح المحيث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات فأنت لك الأجر بالنية أبشر بالخير هل يجوز صيام الأيام البيض وأنا علي أيام قضاء ممكن لكن الأولى القضاء لأن صيام الأيام البيض مستحب والقضاء فرض والمستحب والفرض إذا اجتمع يقدم الفرض على المستحب لكن العلماء بعضهم يقولون في مضيق وموسع فإذا اجتمع المضيق وموسع قدم المضيق وموسع أي نعم صيام رمضان يجب على مين يجب على المسلم وعكسوه الكافر البالغ وعكسوه الصبي العاقل وعكسوه المجنون الصحيح وعكسوه المريض المقيم وعكسوه المسافر ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس وانت عارف فالأدلة ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لأن أشركت وطن عملك ولا تكون أنا من الخسرين وعارف الحديث رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والصوية حتى يحتلب والمجنون حتى يفيق وانت عارف وانك برضك المريض والمسافر فان كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذه الأدلة على ذلك يعني والله تعالى أعلى وأعلم طيب لو اضطرت أصلي خارج البيت هل أصلي بمفردي أن تصلي في المسجد أيها الرجل أينما حللت في أي بلد والمرأة تصلي في مكان مستور هل لها أن تصلي في المسجد لها ذلك إذا أمنت الفتنة أي نعم وإذا لم تأمن الفتنة تصلي في مكان مستور نسأل الله أن يسطرنا وأن يتقبلنا بتقول أنا مقيمة مصرية في المنطقة الشرقية في السعودية والحمد لله ربنا كتب لي الحج وحاليا في مصر وحملة الحج من جدة أتسافي قبل العدي الحج بأسبوع أو عشر طيام إلى جدة عند بنتي وهي مقيمة في جدة كيف أحرم أنت الذهابي متمتعة وتحرمين كنت في مصر أما تركب الطيارة قائد الطيارة يقول بقي عن الميقات عشر دقائق تقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني أي نعم وتصلين جدة تركبين من جدة إلى مكة تطوفين بالبيت سبعة وتصلين خلف المقام ركعتين وتشربين من زمزم وتسعين بين الصفا والمروى وتقصر شعرك وبعدين يوم الثامن منذ الحجة إن شاء الله تغتسلين وتنوين لبيك اللهم حجة تذهبين إلى ميناء في اليوم الثامن تصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب الثلاثة والعشر ثنتين تصلي الوطر وتبيتي في ميناء ديلة التاسع ويوم تسعة الظهر تكون في عرفاء تصليين العصر والظهر جمعا وقصرا وتجلسين في عرفاء تعمر وقتك بلا إله إلا الله وحده ولا شريك لا لا الملك ولا والحمد وهو على كل شيء قدير وبالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تعمرين وقتك بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلام على رسول الله وتقرأين القرآن وتكثرين من الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلى من الرشدون وأنت على عرفات دعائك مستجاب وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون لجهنم داخلين فهنيئا لك ونصر الله أن يؤثر لنا جميعا الوقوف بعرفات في التاسع من ذي الحجة ويجعلنا من المقبولين ويعطينا القوة والفقهة والقبول عند الله عز وجل نعم وطبعا بعد تم الحج يعني بعد غروب شمس اليوم التاسع تذهبين إلى مزدلفة وتبيتين بها وتصالين الفجر صالين المغرب والعشة جامعة أخير المغرب ثلاثة والعشة سنتين وتبيت الفجر صالين الفجر وبعد الفجر قبل طلوع الشمس تذهبين إلى ميناء تربيين جمرة العقبة بصبح حصيات بعدين تقصرين وتذبحين الهادي وبعدين تتحللين وتذهبين إلى مكة تطوف الإفاضة وتشعبين صفر المروى ويوم عشر ترجعين إلى خيمتك في ميناء تبيتين ليلة 11 ويوم حداشر ترمين بعد الزوال الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة بصبح حصيات وتباتين في ميناء يوم حداشر للتناشر ويوم حداشر تسويين تسويتي يوم حداشر لحبتي تتعجلين تخرجين من ميناء قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ولا تنسي طواف الوداع إلا أن تكون حائط أو نفساء فليس عليهم طواف الوداع وهو من واجبات الحج السبعة والله أعلم من فضلكم أجيبوني هل أستطيع الصياب وأنا لم أستجم لم أستحمي من جنابة الجماع أيه يا جوز يعني زوجك جاء معك بالليل وما استحميتي والفجر أذن عليك وانت ما استحميتي لكن انت نويتي بقلبك الصيام قومي اغتسلي ويصلي الفجر نسأل الله القبول امرأة حامل بتوأم نسأل الله لك العون والبركة ولا تستطيع الصيام خلاص تفطر وتقضي فيما بعد فإن عجزك تطعب عن كل يوم مسكين أما الأول فلقوله تعالى بارك الله كان منكم مريضا أو على سفر فإدت من أيام أخرى وأما عجزها وإطعامها فلقوله تعالى على الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين والله أعلم الحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج الحمد لله إن الله يحب أن تؤتروا خصوك ومن يحب أن تؤتع زائمه الحمد لله إن الله يحب أن تؤتروا خصوك ومن يكره أن تؤتع ماصيته هذا الدين يسر والحمد لله ونسأل الله أن يقبضنا إليه غير ضالين ولا مضلين امرأة حطي أثناء الصوم ابتلعت يعني أثناء الصوم بلعت رقها بلعت رقها لا شيء عليك أين نعم بقول قبل سنوات كان عندي دين يومين ولكن قضيطا قلت ثلاث سنوات وبدون إخراج الطعام أيوة يعني كانت مديونة في يومين لربنا وقضت الأياب ليس عليك إطعامه الحمد لله أنت قضيطي ما عليك هل يقول تسمية المولودة باسم ريناد والله يا أختي الله يرضى عنك أين أنت من خديجة وسودة وعائشة وحفصة وميمونة وزينب وصفية وهند أين أنت من أسماء ونسيبة وسمية نحن وخولة نريد إحياء أسماء الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن أين أنت من مريم وآسيا وفاطمة ها سيدة نساء للجنة زوجتي مرضع ولم تصم حتى رمضان الثاني فما الحكم تطعم عن كل يوم مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أيها هل يجوز إخراء كفارة الصيام في البلد التي أعيش فيها إذا كنت خارج البلاد يعني هو سوداني ومقيم في عمان أيها ممكن يخرج الكفارة في السودان ممكن ممكن يخرج الكفارة في السودان وما الفرق بين القضاء والقدر القضاء والقدر كلمتان إذا اجتماعت افترقتها وإذا افترقت اجتماعتها وهذا يحتاج تفصيل وقد انتهى الوقت فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين هذا وإن كان من توفيق فما من الله وحده وإن كان من سطئ أو زلل أو سهو أو نسيان فما من نفسه والشيطان والله ورسوله منه وراء حسن متابعتكم وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله لأنت سغفرك وتوليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 اشتركوا في القناة